حضر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون لزعماء الدول ورؤساء الوفود المشاركين في مبادرة بمبادرة كلينتون العالمية التي عقدت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ونقل معالي وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القادر العالى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى فخامة رئيس بيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق وتمنياتهم له بمفور الصحة والسعادة والتوفيق في جهوده المقدرة ومساعيه الهادفة إلى وضع علول ملائمة لمشكلات العصر من خلال مبادرة كلينتون العالمية كما شارك معالي وزير الخارجية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية وأكدا معاليه على أهمية هذه المبادرة في تحفيز جهود إحلال السلام وإرساء الاستقرار في مختلف أنحاء العالم وتقديم كل السبل للعون والدعم بما يؤدي إلى التغلب على التحديات المشتركة التي تواجه المجتمع الدولي والوصول لمستقبل المشرق وآمن لجميع الشعوب هذا وقد تأسست مبادرة كلينتون العالمية في 2007 بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق بيلي كلينتون حيث تعقد اجتماعاتها السنوية خلال شهر سبتمبر بمدينة نيويورك بحضور عدل من زعماء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء إضافة إلى شخصيات عالمية لها إسهاماتها العالمية وقيادات المجتمع المدني والإعلاميين والفنانين وذلك للتشاور وتبادل وجهات النظر حيال عدل من القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلاء بحاضر ومستقبل دول العالم